بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معينا في أنستيزيا بجينر كورس أنا دكتورة دعاء محمد كمال مدرس تخدير في جامعة عين شمس وإن شاء الله النهاردة محضرتنا عن الجانر البيدياتريك أنستاتيك مانجمينت وهيشاركني فيها مشكورا الدكتور أقرب محمد عامر مدرس تخدير ورعاية مركزة في جامعة عين شمس برضو أول حاجة نحب نتكلم عليها هي الديفنيشنز بتاعة الاججروبس المختلفة بتاعة أول حاجة نيونيت ده بيبقى من أول بيرث أو من أول يوم لغاية تلاتين يوم يعني أول شهر الإنفنت من أول شهر لغاية اتناشر شهر يعني أول سنة بعد كده البيدياتريك لغاية اتناشر سنة بنعتبر أنهم تابع البيدياتريك بوبيليشن البيترم ده بيبقى بيبقى بايدفريشن لس دان ثيرتي سابن ويكس جستيشن طيب نيجي البيدياتريك فيتل ساينز هنلاقي أن في النيونيت الهورت ريت بيبقى 140 السيستوليك بلود بريشن بيبقى 70 بلاس ماينس 5 مليميتر ميركري الريسبيراتري ريت بيبقى 35 إلى 40 تبتدي الحاجات دي تزيد مع الاج لغاية سنة 12 سنة تقترب من البيدياتريك بيبقى الأدلت اللي هو الهورت ريت بيبقى 80 السيستوليك بلود بريشن 110 والريسبيراتري ريت 20 طيب الويت استيميشن في الأطفال المفروض أن أي طفل لما بيجيلي بيبقى موزون يبقى preoperatively يتوزن لكن لو ما توزنش الطفل إحنا عندنا طرق 4 استيميشن النيونيت بنعتبره 3 كيلو عند سن 4 شهور بنعتبر الطفل 6 كيلو عند سن 12 شهر أو سنة بنعتبر الطفل 10 كيلو عند سن سنة إلى 9 سنين بنستخدم فورميولا كده اللي هي age times 2 plus 8 تمام بعد سن 10 سنين اللي هو من 10 سنين إلى 12 سنة بنستخدم الفورميولا اللي هي age في 3 يعني مثلاً 10 سنين نضربه في 3 يبقى 33 كيلو تمام؟ ده الاستيميشن بتاعنا بعد كده هنتكلم على الperioperative fasting hours بالنسبة للfoods والsolids زي الأدلت الفاستنج hours بتاعتهم 6 hours بالنسبة للملك بيعتمد على هو breast milk ولا فورميولا الملك فورميولا اللي في الباطل ده بيبقى الفاستنج hours بتاعته 6 hours زي الفاستنج hours والsolids إنما البريست ملك بالفاستنج hours بتاعته 4 hours بعد كده نيجي للووتر أو clear fluids transparent fluids يعني زي مثلاً عصير التفاح أو حاجة شفافة بتعدي الضوء ده الفاستنج hours بتاعته only 2 hours طيب نيجي نتكلم على الاناتوميكال والفيسيولوجيكال ديفرنسيز ما بين البيدياتريك بيبقى عندهم البيدياتريك بيبقى عندهم some difficulty أو some degree of difficulty في الانتوبيشن وده يعود إلى كذا فرق الاناتوميكال ما بينهم وما بين الأدلت أول حاجة الفرقات في الاناتوميكال في الإيروي ما بينهم وما بين الأدلت أول حاجة إن اللي عندهم very large and prominent occiput تمام؟ اللي إحنا بنسميها القلقاسة بتاعت الراس اللي ورا دي دي بتبقى large and prominent فبتخلي الراس غصب إن عنينا flexed شوية فأحياناً بيكون الحل إن إحنا نحط الراس في دونت أو اللي هي الكحكة الصغيرة اللي تستوعب الأكسبت بتاع الطفل بحيث إن إحنا نقدر تساهل عنه الانتوبيشن شوية وممكن نرفع ظهر الطفل على مخدة صغيرة أو حاجة زي كده الفرق التاني إن بيبقى عندهم large and floppy leaf like epiglottis ساعات بتبقى epiglottis decovering أو hiding الإنلت بتاعت اللانينكس وراها فأحياناً بيبقى من الأفضل إن إحنا في الأطفال أو الأسهل لنا إن إحنا نستخدم الميلر بليد الستريت اللي هو بيرفع epiglottis أو بناخد به epiglottis الحاجة الثالثة إن هما بيبقى عندهم funnel shape larynx أو glottis وبيبقى narrowest point بتاعته subglottic يعني ممكن الاندو تريكل تيوب أو الكاف تعدي من الجلottis وبعدين يحصل لها impaction أو تتحشر subglottic دي بتحصل معنا كتير قوي إن هي الأنبوبة تعدي من الإنلت لكن تيجي تقوم وقفة subglottic وده نتيجة إن عندهم subglottic narrowing في اللارنكس بتاعتهم طيب الفرق الثاني برضو المهم اللي عايزين نتكلم عليه في anatomical اللي هو الفرق في termination بتاع el spinal cord في الأدلت إحنا عارفين إن termination بتاع el spinal cord بيبقى عند L1, L2 أو lower border of L2 تمام؟ وبالتالي إحنا في الأدلت بنضي el spinal below the level of L2 في الpediatric population لأ هو بيخلص تحتها بشوية بيخلص اللون ال pink اللي إحنا شايفينه هنا ده ده بيخلص عند lower level يعني lower level of L3 وبالتالي لما ندي spinal في الpediatric زي ما الدكتور أكرم إن شاء الله يشرح لنا في نهاية المحاضرة هيبقى بنيدي تحت ال level of L3 نيجي بعد كده نتكلم على جزء مهم جداً اللي هو الفيسيولوجيكال differences اللي خاصة بالpediatric population تمام؟ أول حاجة الكارديفا سبيلور سيستم أولاً إحنا عارفين طبعاً the cardiac output is equal to stroke volume times heart rate تمام؟ في الأطفال the stroke volume طبعاً بيبقى قليل صغير جداً لأن volume بتاع الهارت كله حاجة صغيرة خالص فإذن the cardiac output بيبقى heart rate dependent تمام؟ وده معناه إن أي برديكوردية بتعمل severe hypotension أو severe decrease في الكارديكاوتبوت تمام؟ فإحنا لازم نبقى very يعني aggressive مع treatment بتاع البرديكوردية في الأطفال تاني حاجة إن الرفليكس بتاعتهم are immature and not well developed وبالتالي they cannot respond to hypovolimia by vasoconstriction وبالتالي برضو هما they cannot respond to hypotension by tachycardia اللي هو البروريستابت الرفليكس اللي احنا بتاعنا اللي احنا عارفينه الحاجة التالتة إن هما they cannot tolerate hypovolimia أي hypovolimia بسيطة جداً بتعمل معاهم hypotension على طول تاني حاجة تاني حاجة بالنسبة للrespiratory system نتكلم المين ليه الrespiratory system بتاعهم they have الفرق الرئيسي they have a very small function residual capacity تمام؟ والfunction residual capacity دي هي مسؤولة عن oxygenation أثناء periods of apnea تمام؟ وبالتالي فهم مجرد أن الفunction residual capacity بتاعتهم very small بيحصل لهم very rapid hypoxia وde-saturation مع periods of apnea زي أثناء الانتوبation مثلاً أو زي ما الطفل دخل لو دخل في الآخر بعد الاكسوبation في laryngeal spasm بنلاقي إن هو بيحصل very rapid de-saturation تاني حاجة خاصة بالrespiratory system اللي هي الapnex pills تمام؟ دور عبارة عن إيه؟ عبارة عن cessation of breathing up to 30 seconds with sinusus and bradycardia تمام؟ من الvery common فيهم إن يحصل الapnex pills هما الpremature الأطفال الpremature بتبقى I have very high incidence إن يحصل فيهم apnex pills الحاجة التانية إن incidence of apnex pills بتزيد جداً مع general anesthesia بزيت first 24 hours after general anesthesia وبالتالي بالتالي بزيت لو الطفل premature وتعرض لجنر anesthesia يبقى الطفل needs very close post-operative monitoring at least a while 24 hours وكلام ده بيستمر تقريباً up to six months post after delivery علاج الapnex pills إيه؟ نحن الطفل بنعمله manual stimulation برضو ممكن الطفل نديله كافين أو aminophyllant دول برضو prophylactic against الapnex pills تمام الحاجة التانية اللي مهمة برضو قصة retinopathy of premature دي برضو it's an important point worth mentioning لأن احنا يعني الفترة الأخيرة دي بنسمع كتير جداً عن ده كثرة أطفال وده كثرة محاضن بيتعرضوا ان هما للحبس وللمقاضاة وكلام ده كله بسبب ان طفل كان محجوز في المحضن وحصل له بعد كده blindness أو loss of vision بسبب قصة retinopathy of premature دي بتبقى عبارة عن pathological changes بتحصل في الرتنا بتؤدي إلى fibrotic tractional membrane في يعمل tractional retinal detachment تمام بيعمل بعد كده retinal detachment and blindness سببه سببه hyperoxia ان pao2 بتاع الطفل يبقى more than 150 mm mercury for 1-2 hours يعني as short as 1-2 hours ممكن يعمل الطفل يبتدي ال pathology بتاع retinopathy of premature ده يشتغل فبالتالي it is also very common في preterm وفي low birth weight وبالتالي البست prophylaxis against ال ROP is to maintain arterial oxygen tension between 50 إلى 70 mm mercury by oxygen air mixture يعني نتجنب بان RTL oxygen PO2 يزيد عن 100 mm mercury في الاطفال خاصة لو preterm أو low birth weight أو neonate تمام طيب نيجي لل CNS هنبقى المعلومة اللي احنا كلنا عارفينها ان الاطفال بي require higher make than for inhalation agents than ال adult تمام اللي هو minimal anesthetic concentration of inhalation agent بيحتاجه اعلى من ال adult شوي طيب نيجي لل liver ال pediatric population عندهم immature liver enzymes وبالتالي هما less prone to halothane toxicity ليه لان الهالوثين toxicity بتعتمد على ال hepatic بتاع ال inhalation agent أو بتاع الهالوثين يعني الهالوثين toxicity بتزيد نسبته كل ما زاد المتابوليزم of halothane in the liver تمام فبالتالي هما less than five years old بيبقوا less prone to الهالوثين toxicity أو الهالوثين hepatitis تمام تاني حاجة مهمة جدا ان هما very liable لل fasting hypoglycemia والhypoglycemia في الأطفال بنعتبرها بناخدها على أقل شوية من الأدلت في النيونيت بنعتبرها أقل من 30 mg وفي البيدياتريكس بنعتبرها على أقل من 40 mg percent أو per deciliter أقل إيه سبب fasting hypoglycemia فيهم number one إن هما عندهم immature liver enzymes وبالتالي عندهم inefficient glycolysis طبعا هو في الطبيعي في الفاستنج إنه بيبتدي الليفر يكسر glycogen إلى glucoz عن طريق glycolysis pathway الinefficient glycolysis فيهم بيعمل لهم fasting hypoglycemia ثاني حاجة renal losses في الأطفال more than الأدلت عندهم lower renal threshold for glucose excretion من الكيدني عن الأدلت وبالتالي هما liable to lose glucose من الكيدني ثالث حاجة عندهم higher basal metabolic rate عن الأدلت وبالتالي higher glucose consumption كل دي تخلي الطفل more liable for fasting hypoglycemia كمان حاجة خاصة بالliver هي النيونيت الفيسيولوجي الجاندس أو في النيونيطولوجي يعني it starts on the second day up to three weeks after birth بيبقى في ارتفاع أو زيادة في ال indirect أو ال unconjugated بلوروبين ايه سببه بيبقى اسببه ان هو number one انه في increase في ال RBC volume بتاع الطفل number two انه في decrease في ال RBC life span ثالث حاجة بيبقى فيه decrease of binding of bilirubin to albumin وكمان حاجة انه فيه بيبقى فيه deficiency في الconjugating enzyme تمام مشكلة ال indirect بلوروبين ده انه هو في immature في pediatric they have an immature blood brain barrier وبالتالي ال indirect بلوروبين can cross blood brain barrier ويعمل TNS damage أو اللي بنسمي kernecturus أوكي علاجه ايه في ال age ده بيبقى phototherapy and exchange transfusion أو لو هو زاد يعني عن 18 miligram percent بيبقى علاجه exchange transfusion بالنسبة للkidneys في pediatric population مهم ان احنا نبقى عارفين total body water بتاع الاطفال اكتر شوية من ال percent في الادلت بيبقى 80% من ال body weight بتاعهم بيبقى total body water بخلاف الادلت بيبقى 75% و 65% في الفيميل وده بيخليهم very susceptible for dehydration تمام برضو في نفس الوقت they cannot handle excessive volume overload علشان هما glomerular refrigeration بتاعهم اقل من الادل طبعا بكتير وبالتالي سهل ان هما يخشوا في pulmonary edema طيب بالنسبة للblood اللي بيحصل ان هو during gestation بيبقى الطفل during fetal life اللي بيبقى الفيتس اللي همجلوبن بتاعه type بتاعه mainly همجلوبن F علشان هو has a higher affinity 4 همجلوبن عشان يقدر ياخد higher affinity 4 oxygen عشان يقدر ياخد الاكسجن من الهمجلوبن A بتاع الام trans placental فبالتالي بيبقى مين الهمجلوبن بتاعه همجلوبن F ده 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 بيعمل فسيولوجيك الانيميا فيهم وبتبقى maximum at the age of 3 months بيبقى الهمجلوبن بتاعهم بينزل 10 gram per deciliter علشان replacement of hemoglobin F with hemoglobin A تمام بعد كده at 6 months بيرجع الهمجلوبن تاني يبقى 12 gram per deciliter طيب بالنسبة لكواجيليشن بتاع الاطفال بيبقى في new natal period بيبقى في prolongation of coagulation tests اللي هما PT والPTT والINR لكن overall coagulation is within normal علشان لتيجة ان هما اصلا عندهم بيبقى في deficiency في naturally occurring anti-coagulant بتاعتهم فالoverall coagulation بتبقى normal رغم ان tests ممكن تدينا false predictor ان في prolongation او في coagulography تاني حاجة اللي همراجيك disease of the newborn بيبقى نتيجة relative vitamin k deficiency في الاطفال وعشان كده كل النيونات at birth بياخدوا vitamin k بيدوهم vitamin k im injection طيب نيجي النقطة مهمة جدا وهي نقطة temperature control في pediatric population او hypothermia ليه الاطفال very very liable للhypothermia more than الادل number one بيبقى عندهم increase في heat loss وعندهم decrease for heat production ليه عندهم increase for heat loss thermogenesis لان اقل من 3 شهور بيبقى الاطفال they cannot produce heat by shivering طبعا hypothermia is very very detrimental على cardiovascular system وعلى CNS تمام خاصة وبالنسبة لكاردي باسكولر هي ممكن تعمل arrhythmia وتحت 30 degrees ممكن تؤدي الى bradycardia او cardiac arrest يبقى احنا لازم نبقى very aggressive في prevention and treatment of hypothermia في الاطفال عن طريق كل measures to prevent or fight hypothermia number one بنincrease ambient room temperature ل 40-24 degrees celsius بنستخدم warm iv fluids warm irrigation fluids مهم جدا ان كل محالية للغسيل بتاعت البطن او كل irrigation fluids تبقى warmed to body temperature بنستخدم warming mattress او warming blanket ونخلي بالنا طبعا ان دي ما تبقاش cause ان هي ممكن تعمل burn للطفل ما تبقاش too high ان هي تعمل burn حاجة تانية برضو ونعمل wrapping للهيد with cotton بنجيب الطفل كده اديه ورجله وراسه لو اي حتة بعيدة عن hysterical field بنلفها بقطن ونخلي بالنا طبعا ان احنا العازل بتاع الطفل بتاع الكوتري ما يجيش يعني ما يجيش القطن بينه وبين الطفل تمام مهم جدا طبعا ان احنا بنعمل في الاخر temperature monitoring للطفل علشان نبقى نقدر نفول up the temperature بتاعته بنستخدم temperature probe طيب بعد physiological differences عايزين نقول اهم causes of cardiac arrest in pediatric population it is most common causes of arrest فيهم بتبقى سببها اما hypothermia او hypoglycemia او hypofolimia دي اول ثلاث حاجات نفكر فيها واهم ثلاث حاجات نعمل لها prevention and management during anesthesia طيب نتكلم على pharmacological differences ما بينهم وما بين الادلت اول حاجة بالنسبة لل inhalation agents they have a higher احنا قلنا زي ما قلنا وكلنا عارفين ان they have a higher MAC than الادلت تمام for inhalation agents تاني حاجة ان هما more sensitive to the myocardial depressant effect of inhalation agents اكتر من الادلت تمام يعني الهلوثين والmyocardial depressant effects بتاعتهم very pronounced في الاطفال ونخلي بلنا منهم اللي least myocardial depressant فيهم هو stevoflurine والdisflurine هما المost cardiac stable في البيدياتريك تاني حاجة الابيويدز الاطفال بيبقوا more sensitive للrespiratory depressant effect of opioids نتيجة ان هما عندهم immature block brain barrier و immature liver enzymes فهم more prone للrespiratory depressant effect فسهل اوي الطفل ياخد مثلا لو اويك ياخد لو خد واحد ماء per kg فانتنا تلاقي بقى ابنك تماما بالنسبة للساكسنايلكولين it is not preferred in pediatrics خالص لي لانهم more sensitive to the bradycordic effect of metabolite بتاع ساكسنايلكولين بيعمل بيعمل فيهم bradycordia و aridmias بتبقى more pronounced فيهم تاني حاجة ان في الاطفال تحت سن الخمس سنين بتبقى المايوباثيز فيهم لسه undiagnosed يعني بيبقى لسه مظهرش متشخصش قبل سن خمس سنين فلو ده الطفل ده اخد ساكسنايلكولين وانحنا ما نعرفش انه عنده ميوباثي ممكن تعمل فيه severe hyperkalemia وتبقى fatal hyperkalemia فبالتالي it is not preferred انحنا نستخدم ساكسنايلكولين في الاطفال اخر حاجة بالنسبة لlocal anesthetics نخلي بالنا من الماكس بصيف كويس جدا طيب نيجي لقصة المانتورينج في الاطفال هنقول بس ايه الاختلافات بتاعة المانتورينج عن الادلت بالنسبة للكابنوغرافي ايه عيوب احنا عارفين انه عندنا نوعين كابنوغرافي عندنا نوع mainstream وعندنا نوع side stream كابنوغرافي بالنسبة للمain stream كابنوغرام اللي هو ده ايه عيوبه في الاطفال عيوبه اولا ان هو بالكي وهافي لارج وبالكي وهافي وبالتالي سهل جدا يعمل كينك او يعمل سليبينج للإندو تريكيال تيوب او يعمل ديس كونيكشن الحاجة التانية ان هو بيزود المسافة الفوليوم بتاع الاباريتس دات سبيس وممكن تلاقيه بيعمل شوية هايبر كوربيا نتيجة ان هو زود الاباريتس دات سبيس وثالث حاجة ان هو بيبقى ورم عشان هو بيستخدم الانفراريت تكنولوجي في الاياس فبيبقى ورم شوية لو فضل ان كونتاكت مع السنزتيف سكين بتاع الاطفال بتاع الفيس فترة طويلة ممكن يعمل بيرن طيب نيجي للسايد ستريم كابنغرافي ايه مشاكله او ايه عيوبه ده عيوبه ان هو بياخد سامبلنج السامبلنج لاين بتاعه بيسحب من المنت فينتليشن بتاع الطفل بيعمل حوالي 200 ملي ريداكشن في المنت فينت فينتليشن بير منت بتاع الطفل يعني لو مثلا المنت فينتليشن بتاع الطفل 2 ليترز بير منت مثلا هيسحب منهم هيكون مسحوب منهم 200 ملي سامبلنج لاين طيب نيجي للأكسجن ساتيريشن اللي هم هم بروب مخصوص احنا عارفينه بيقى شكله كده وممكن نحطه على 2 فنجرز ممكن نحطه على الرست زي ما احنا شايفين بالشكل ده ممكن نحطه برضه على الفوت زي ما احنا شايفين كده الحاجة التانية المهمة زي ما احنا عملين نقول من اول المحاضرة ان التمبرتشور مانجمنت التمبرتشور ماجرمت فيهم مهمة جدا وعندنا نوعين من التمبرتشور بروب عندنا الكور تمبرتشور بروب والبريفرال تمبرتشور بروب الكور بيتقاس اوروفارينجيل او نيزوفارينجيل او ركتل البريفرال تمبرتشور بروب بيتحط فيه الاجزيلة او بيتحط على الفورهاد او بيتلزق على التوز تمام وبرضه زي ما قلنا random blood sugar monitoring فيهم هم جدا خاصة لو في neonatal age group في ال preterm طبعا وفي لو الطفل بيعمل link surgery او لو عنده liver disease طيب نيجي لل airway management في الاطفال طيب نتكلم اول حاجة على selection of oropharyngeal airway size بتاعه correct size بتاعه ايه correct size بتاعه احنا it is from the angle of the mouth لغاية the angle of the mandible بنسلكت عادة ال color coding بتاعهم البلو اللي هو 00 بنختاره لل preterm منيونيتس الازرق اللي هو المقاسي 0 بنختاره لسن ال infant اللي هو سن سنة او لغاية سنتين ممكن الابيض بنستخدمه for more than 3 years نخلي بالنا برضو هما color coded مع نيلة تون كافتر كل كافتر بتبقى واخدة نفس اللون بتقدر تعدي نقدر نعديها من جوه ال airway ده تاني حاجة ازي نسيلكت ال proper laryngoscope blade تمام برضو ال ideal size بتاع ال laryngoscope للطفل ده بيبقى برضو من central incisors او من angle of the mouth لغاية angle of the mandible برضو او من central incisors لغاية angle of the mandible ال double blades عندنا ال double zero عندنا منه الميلر اللي هو straight اللي هو straight blade ده بيعمل بيقليف ال epiclots لما بنيجي نرفع في exposure ده بنرفع بيه epiclots مش بنسقط epiclots بنستخدمه برضو في preterm خلاص او ال weight اقل من 2 كيلو بيبقى ده best فيهم ال blade zero عندنا منه ميلر وعندنا منه المكنتوش الكيرفت وبنستخدمه برضو بيستخدم برضو في new needs blade مقاس واحد بنستخدمه up to one year blade مقاس اتنين بنستخدمه for more than two years اوكي طيب نقطة مهمة هنا ان الانervation بتاع epiglottis ايه upper surface of the epiglottis اللي هو surface الناحية التنج اللي متعلم بالاحمر هنا تمام ده nerve supply بتاعه glosopharyngeal nerve under surface of the epiglottis اللي متعلم بالازرق هنا ده nerve supply بتاعه بيبقى vegas nerve وبالتالي اي manipulation فيه او لما بنجي نرفعه بالstraight blade اللي هو الميلر او لو حصل traction عليه بيحصل برديكاردية على طول وبالتالي يفضل ان هو ان الطفل يبقى pre-medicated with atropine 0.01 0.02 mg per kg قبل الانتوبation وخاصة لو حنستخدم straight blade الميلر blade طيب نجد لل selection of endotracheal tube size في الpreterm بنستخدم مقاس 2.5 في النيونيت بنستخدم مقاس 3 تمام من 6 ل 12 شهر بنستخدم size 3.5 4 age of 1 year to 2 years بنستخدم endotracheal tube size 4 الى 4.5 اكتر من سنتين بنستخدم الفورميلا دي اللي هي age على 4 زائد 4 تمام دايما بنحضر one size smaller than endotracheal tube اللي معانا just in case احتياطي وزي ما قلنا ان عشان برضو بيبقى الجزء subglottic هو narrow sport ممكن الانبوبة لو بقت impacted subglottic بضطرش لها واخد المقاس الاصغر فدايما يبقى معايا المقاس الاصغر من اللي انا حسب تمام بنسبت على كام بنسبت على في الpreterm بنسبت على 9 سنتيمترز في النيونيت بنسبت على 10 to 11 سنتيمترز في الانفانت بنسبت على 12 سنتيمترز في فورميلا برضو لطيفة بنستخدمها في الايه للاكتر من سنة بن oral fixation بنحسب الفورميلا الاج على 2 زائد 12 في النيزل fixation بنسبت الاجزل نيزل اندو تريكي بنسبت على ايج على 2 زائد 15 وطبعا في النهاية لازم نعمل auscultation بالاترال for both for equal air entry تمام يبقى بالاترال auscultation مهمة جدا يعني بالرغم كل ارقام دي لازم برضو اسمع اللانج كويس قوي علشان يعني ما نكملش بقية العملية كلها واحنا الانبوبة داخلها single lung او اندوبرونكيل واخر العملية نلاقي الطفل عنده collapse في اللونج التانية وده هيعمل مشكلة كبيرة فلازم ضروري جدا auscultation for equal air entry of both lungs and all lung zones طيب برضو نيجي هنا زي نعمل selection ل adequate size of larynge المas او size 1 larynge المas بيبقى من 0 ل 5 كيلو size 1 of بيبقى من 5 الى 10 كيلو size 2 larynge المas من 10 الى 20 كيلو size 2.5 larynge المas من 20 الى 30 كيلو بنركبه ازاي احنا عادة لازم نعدي first resistance بنحسه بتاع اوروفارنكس ونيجي عند مجرد منعدي first resistance مايقف على second resistance ده اللارنكس تمام يبقى first resistance اللي انا بعديها هي اوروفارنكس second resistance بتبقى larynge i don't push against second resistance انا بتوقف عندها خلاص تمام وبنملأ الكاف بتلاتة الى 5 ميلي air طيب ندي الهي الهي في pediatric population اوكي اولا نتكلم على الوصلات بتاعة الهي وصلة spontaneous ventilation اللي هي الميبلسون خلاص اللي هي اللي انتو بتسموها airs دي معمولة for spontaneous او assisted manual ventilation up to 20 kg تمام لغاية 20 كيلو اكتر من 20 كيلو يعني مش مستحب ان انا استخدمها او هتعمل يعني هتعمل الطفل hypercarbia it's not for more than 20 kg اوكي بنفتح عليها fresh gas flow قد ايه الموضوع fresh gas flow على الوصلات ده اهم حاجة عشان ما تعملش hypercarbia بنفتح عليها two and a half to three times minute ventilation تمام يعني لو الطفل ده minute ventilation بتاعه 2 لتر او 2 لتر ونص ممكن افتح حوالي 6 الى 7 لتر fresh gas flow oxygen تمام size بتاع الباج لو الطفل ده لغاية 10 كيلو بحط الباج النص لتر لو 10 الى 20 كيلو يفضل ان انا حط الباج المقاسها اكبر شوية اللي هي 1 لتر اوكي تاني حاجة الوصلة التانية اللي هي closed circuit اللي انا باستخدمها for controlled mechanical ventilation تمام دي بفتح عليها fresh gas flow قد ايه بفتح عليها equal to minute ventilation او ممكن افتح عليها كمان half minute ventilation تمام بس طبعا ما بقلش باي حال من الاحوال عن 1.5 لتر اوكي اه فيه سويتش مهم جدا في جهاز الGE ما ننسهوش اللي هو بسويتش ما بين الاكزيلري وما بين المكانيكال ventilation او ما بين وصلة الايرز وما بين وصلة الclosed circuit اللي هو اسمه ACGO switch اللي هو اختصار اكزيلري common gas outlet فده السويتش بتاع الاكزيلري ما ننسهوش when switching between الوصلة دي وما بين الوصلة دي طيب ايه الsettings بتاعة الميكانيكال ventilation اللي انا بختارها للبيدياتري الطائد الوليوم بنختار 6 الى 8 ميل per kg الrespiratory rate زي ما قلنا في النيونيت بيبقى 30 ميل 30 per minute في الامفنس بيبقى 25 per minute اكتر من سن سنة فيه فورميولا بنحسبها كده اللي هي 24 مينس ايجي على 2 يعني بقسم الاجي على 2 الاول وبطرحها من 24 يعني مثلا لو طفل عنده مثلا 8 سنين بقسم الاجي على 2 يبقى 4 واطرحها من 24 يبقى هنستخدم respiratory rate 20 اوكي الpressure limit برضو البي ماكس ما منزيدش عن 25 سنتيمتر ووتر ما ننساش ان احنا نادجس ده انه في الادلت بيبقى على 40 بننزله في الاطفال الى 25 سنتيمتر ووتر طيب ايه المود البست اللي احنا بنشتغل به اما بنشتغل بالvolume controlled mode او بنشتغل بالpressure controlled volume guarantee المود التاني ده برضو يعني ده pressure controlled mode اللي بيبقى معاه guarantee للvolume وده برضو بيبقى ظريف في الاطفال افضل من ان انا نستخدم just pressure controlled لان pressure controlled بيعتمد على compliance و compliance ممكن يتغير لأسباب كتير واحنا شغالين intraoperative فبالتالي من الافضل ان احنا لو هنستخدم pressure mode يبقى pressure control volume guarantee تمام طيب نيجي لل fluid management في pediatric زي ما قلنا واتفقنا ان هو pediatric بيبقى total body water بتاعهم 80% من body weight and they are very prone to dehydration عندنا برضو زي الادلت احنا بنعمل replacement اللي maintenance fluids fasting hours وبنعمل replacement first space losses تمام المaintainance fluids بنستخدم حاجة اسمها 421 regimen اوكي اللي هي اول 10 كيلو بناخد 4 mil per kg per hour تاني 10 كيلو بناخد 2 mil per kg per hour واكتر من 20 كيلو بنكمل 1 mil per kg per hour تمام يعني لو طفل مثلا عند وزن 25 كيلو اول 10 كيلو هياخد 40 تاني 10 كيلو هياخد 20 mil per hour والخمسة اللي بعد 20 هياخد 5 mil per hour هياخد 40 زائد 20 زائد 5 يبقى 65 mil per hour ده maintenance fluids بتاعته ايه او ايه type of fluids اللي احنا بنديها في maintenance as as maintenance بندي dextrose 5% in quarter normal saline تمام طيب نيجي للفاستنج الفاستنج ده بيبقى الفاستنج hours بيبقى باطيب ان احنا بندي maintenance بتاعنا times الفاستنج hours بتاعت الطفل ده احنا عادة بنحسب ها as 6 hours اوكي وبعدين بنقسمها as نص ربع ربع نص في اول ساعة ربع في ثاني ساعة وربع في ثالث ساعة وخلاص بعد كده يبقى كده الانتهى الفاستنج تمام بعد كده third space losses عندنا دول بيانكلود ايه بيانكلود اللاصز اللي في السيرجيكال فيلد النيزوجاستريك تيوب الاسايتس وهكذا بالنسبة للسيرجيكال فيلد بنحسب كل على حسب حجم الانسيجن بتاعنا او على حسب السيرجي منور ولا مدرت ولا انترميديت ولا لارج انسيجن بنحسب الماينور انسيجن بي 2 to 4 ميل بر كيجي بر اور المدرت انسيجن بنحسب لها 6 ميل بر كيجي ايه نوع type of fluid اللي بن replace ب الفاستين و third space losses ده بيتعوض سوري الفاستين و third space losses بيتعوض ب ايزوتونيك كريستالويد سوليوشن تمام اللي احنا بنسميه balanced salt solution زي ايه زي الرينجر العادي او الرينجر acetate اوكي دول اللي احنا بنسميهم ايزوتونيك كريستالويد سوليوشن ممكن برضو ان احنا ندي الطفل ممكن ياخد ممكن ياخد ممكن ياخد ممكن بيوزد بس بريشيو 30% من المحسوبة بتاعته وبشرط برضو ان احنا في لانا نتجاوز 15 ميلي بير كيجي تمام طيب نجي نتكلم على حتة مهمة جدا وهي نيومينت والبيديامينت تمام لازم نبقى عارفين ايه كونتنت بتاعهم قبل ما نستعجل ونستخدمهم اوكي النيومينت والبيديامينت فيهم very high glucose content glucose content بتاعهم 10% في البيديامينت و12% في النيومينت تمام السوديوم كلورايد بتاعهم تذكور تنورمال سلاين تمام بيبقى السوديوم وكلورايد فيهم ربع الكمية الموجودة في النورمال سلاين فهم مش ايزوتون كريستالويد سلوشن خالص البوتاسيوم فيهم 10 ميلي اكوفلنت في البيديامينت و20 ميلي اكوفلنت في النيومينت الكالسين content بتاعهم very very high برضو 18 ميلي اكوفلنت بر ليتر اللي هو ده 9 اضعاف او almost 10 اضعاف النورمال سيروم كالسين الاوزمولارتي بتاعتهم 700 ميلي اوزمول بر ليتر النورمال اوزمولارتي بتاعت الجسم بتبقى حوالي 290 ميلي اوزمول بر ليتر فبالتالي كل الارقام دي مش فسيولوجيكال نهائيا تمام فاحنا لازم نبقى حذرين جدا من استخدام النيومينت والبيديامينت نبقى عارفين اي محتواهم قبل ما نستخدمهم الحقيقة اللي هو يعني زي ما بنقول it is not a balanced crystalloid solution it's not a balanced solid solution خالص it is a hypertonic solution it is not suitable for fluid replacement تمام it is not suitable يعني مش مش سوطة بالخالص ان انا استخدمه في replacement بتاع الفاستنج او third space losses it is not suitable for large infusions يعني لو في lengthy surgery ما يفعش امسك الطفل من اول العملية الاخير ها الديلوبيديامينت او نيومينت as the main fluid and it is not a standardized international formula يعني يعني بقية الكريستالويد كلها او بقية الفلويد كلها standardized international سواء كان ringer ringer lactate او acetate او normal saline سواء كان hartman او plasma light كل solutions دي international standardized solutions لكن للأسف النيومينت والبيديامينت دول دول يعني solutions local اخترعتهم الشركة ومش عارفة based on ايه الساينتفك basis بتاعهم اللي تعمل عليه فياريت ما نستعجلش ونستخدمهم for fluid replacement خالص زي ما احنا شايفين فيهم very high glucose content very high potassium content very very high calcium content and or hyper osmolar طيب لما نتكلم على البلد لص احنا يعني عموما ال iv flows بتاعتنا دايما لما نتكلم عليها نتكلم على amount تاني حاجة نتكلم على type وثالث حاجة نتكلم عليها هي البلد لص تمام replicement بتاع البلد لص في الاطفال بيبدأ عند 15% من loss 15% من البلد يعني عادة ما بنستخدمش الحسبة الفورمي بتاعت الالاوب بتاعت الهما تكرت عادة بنستخدم فيهم الحسبة مجرد ما يعده 15% من بنبتدي نعمل replicement البلد اللي هو calculated زي ما احنا عارفين في adult female 65 mil per kg في adult male 75 mil per kg في البيدياتريك 80 mil per kg في النيونيت calculated as 90 mil per kg تمام مجرد ما عادة 15% بنبتدي نريبليس الفوليوم ده نبتدي نريبليس ببلد عن transfusion point بتاعتنا طيب نيجل حتة مهمة جدا وهي most common post-operative complication في الاطفال هي post-extubation group او larynge الادema تمام سببها ايه سببها بيبقى عادة repeated intubation trials حصل airway manipulation في الاول عنيف شوية او repeated trials of intubation ممكن يبقى irritation من الكوف بتاعت الاندو tracheal tube وممكن تبقى الاندو tracheal tube دخلت حشر او large size شوية على larynge فده بتكون عامل larynge الادema توقيتها abeus بتظهر عادة اما immediately post-up تمام او up to 8 hours post-up يعني ممكن تظهر up to 8 hours post-up بنعالجها ازاي طبعا بندى dexamifazone 0.4 mg per kg بندى humidified oxygen في ال nebulizer بندى nebulized normal saline ممكن ندي nebulized epinephrine ممكن نحط 10 ml normal saline over 10 minutes نخلي بلنا ان ممكن جدا يحصل حاجة اسمها rebound phenomena ان يحصل recurrence tany of larynge after 2 hours تمام خاصة مع استخدام الادرينالين ممكن nebulized adrenaline ممكن يحصل rebound phenomena ولو الطفل ده عنده persistent hypoxemia من larynge ده ممكن نعمل reintuition يعني ممكن توصل up to reintuition تمام طيب يبقى احنا يعني دايما عشان نطمن الناس ان احنا how to conduct how to conduct safe pediatric anesthesia مهم جدا ان انا حقق اربع حاجات number one ان انا يبقى عندي adequate IV access في الطفل ده وادكوت بمعنى ان انا IV access بتاعه يبقى accessible بالنسبالي يعني لو الطفل ده covered by drapes طبعا هو حجمه صغير لو هو covered خالص by drapes ومتغطي بالفرش تماما ما تبقاش الكانيولة تحت الفرش ومش accessible بالنسبالي يبقى يبقى انا لازم يبقى عندي extension line و three way اقدر احقا منه يبقى عندي access لل IV access بتاعي ده تاني حاجة ان المونتور بتاعي يبقى secured يعني مجيش في نص العملية يضيع مني المونتور ويفصل ال ECG وال يفصل او يفك من البتادين يبقى المونتور بتاعي يبقى well secured تمام تالت حاجة برضو ان ال airway بتاعي يبقى secured تمام سواء كان باندو trical tube او whatever اين كان هو ايه ال airway وال ventilation بتاعي يبقى secured واخر حاجة مهمة جدا طبعا اللي هي temperature monitoring and measures against hypothermia انا عندي حاجة بدقيس حرارة الطفل وعندي measures against hypothermia بستخدمها تمام الاربع حاجات عندي دول لو secured يبقى انا ان شاء الله i am conducting safe pediatric anesthesia وما بقاش قلقان قوي من الاحجام الصغيرة اللي هي ال 3 كيلو ال 2 كيلو وما اقل من ذلك يبقى عندي الاربع حاجات دول secured ان شاء الله الامور تمشي معنا كويس تمام طيب بعد كده هنتكلم بس اخر حاجة سريعا عن pediatric preoperative assessment تمام الpediatric population بنحب في الhistory اكتر نسأل على history of bronchial asthma بنحب بنسأل على recent chest infection في اخر 2 to 3 weeks in the last 2 to 3 weeks لشان طبعا هما very common فيهم ال upper respiratory tract infection بنسأل على fever بنسأل على بنسأل على اي regular medications الطفل ماشي عليها بنسأل على برضو الperinatal history يعني الperinatal history بالذات لو الطفل في infant او up to 2 years بمهم او ان انا اسأل على الperinatal history هل هو تولد full term هل هل لما تولد حصل اي نيكيو ادميشن ولا لأ دخل محضن ولا لأ هل كان في اي medical problems at birth زي جوندس او سينوزز او اي حاجة ادت انه هو يتحجز في النيكيو دي حاجات مهمة في الهيستوري بتاعت الاطفال خاصة بال pediatrics يعني في الexamination بنعمل ايه بنعمل weight estimation لو الطفل مش موضون بنعمل estimation للويت بتاع الطفل بنعمل good chest ascultation عشان برضو تبقى indicator اذا كان في اي recent chest infection او حاجة زي كده fever يعني بحس بايدي كده الطفل اذا كان في اي fever ولا لا observe purulent nasal discharge دي برضو حاجة indicator of upper respiratory tract infection تمام طيب الاروي assessment بتاع الاطفال تحديدا بيختلف شوية عن الادلت يعني الادلت احنا بنعمل malampati في الاطفال بتبقى الاساسمت بتاعنا اكتر فوكست على الconjunital features اللي ممكن تبقى سبب في الطفل اذا كان عنده receded mandible اذا كان في مثلا cleft lip او معاها cleft palate او facial cleft اذا كان في large tongue اذا كان الطفل ده syndromatic زي down syndrome او pierre robin syndrome اي حاجة فيها cranio facial abnormalities craniosynostosis كل دي او ميكو polycycridosis كل دي حاجات ممكن تخلي الطفل ده difficult intubation تمام تاني حاجة مهمة برضو ما ننسهاش التيف خاصة في الage اللي هو بتاع الخمس ست سنين ده بيبقى سن تبديل الاسنان بتاع الاطفال خاصة ال lower incisors يعني يمكن التيف دايما اللose teeth وكلام ده بنسأل عليه في ال old age وبننسأل عليه في الاطفال فياريت نفتكر في الاطفال سن خمس ست سن نسأل على loose teeth قبل ما الطفل يدخل عشان ما نتكش عليها بالمنظار وتبقى يعني تبقى دروبت جوه أو تبقى البيدياتريك انتهى وإن شاء الله جزء تاني هيشاركني فيه دكتور أكرم عامر مشكورا وهنتكلم على ال common pediatric regional blocks وشكرا لكم وأي أسئلة مرحب بيها إن شاء الله ونتننت تكونوا استفدتوا وشكرا لكم إن شاء الله